لدينا جامع كبير نصلي فيه وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث جهاد وقد كثر الناس في هذا الزمن وارادوا توسعة هذا الجامع فأخذوا جزءا كبيرا من أرض المقبرة من الثلاث جهاد توسع الجامع على حساب القبور حيث نقلوا رفاة بعض القبور إلى أماكن أخرى فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أفتونا مأجوري الواجب أن هذه المسألة تحال إلى قاضي البلد أو إلى المفتي في البلد لينظر فيها ولكن من حيث العموم فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة والموتى إذا دفنوا في أرض مباحة فإنهم يكونون أحق بهذه القبور ولا يجوز نقلهم منها إلا بمسوع شرعي والمسجد يمكن أن يوسع منها إلى المقبرة أو يمكن أن ينقل إلى مكان أوسع من مكانه وعلى كل حال هذه المسألة يرجع فيها إلى القاضي البلد أو إلى المفتي المعتبر في البلد لينظر فيها الله الموفق بارك الله موفق